حال المدعي العام في محكمة الجنايات الأردنية الكبرى 16 أو تستمر الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات في الأردن بعد جريمة فتى الزرقاء والتي أدت حتى الساعة إلى اعتقال أكثر من 100 مطلوب أو 600 مطلوب ومشتبه به في قضايا ترويع المواطنين وفرض الأتوان وفي تطور لمجريات التحقيق كشف الأمين العام لوزارة الداخلية السابقة ارتباط شخصيات متنفذة في الدولة بعالم الجريمة تتفاعل قضية فتى الزرقاء في الأردن على الصعيد الأمني ويكشف التحقيق أسرارا صادمة عن ارتباط منفذ الجريمة بشخصيات نافذة في البلاد قوات الأمن الأردنية اعتقلت نحو 300 مطلوب من أصحاب الأسبقيات وفارد الإتوات ضمن حملة أطلقتها السلطات للقبض على مروع المواطنين إثر جريمة مروعة هزت المجتمع الأردني المدعي العام لمحكمة الجنايات الأردنية الكبرى أحال 16 شخصا إلى محكمة أمن الدولة متورطين في جريمة بطر يدي وفق عيني صالح حمدان التهم المسند للموقوفين هي الشروع في القتل بالاشتراك وهدك العرض بالاشتراك والخطف الجماعي وإحداث عاها بليغة وتشكيل عصابة وفي حال الإدانة بهذه التهم تصل العقوبة إلى الإعدام لكن ما أثار مفاجأة من العيار الثقيل تصريحات أمين عام وزارة الداخلية السابق رائد العدوان كشف خلالها عن تدخل الوزراء وأعضاء في مجلس النواب للإفراج عن البرطجية وأصحاب سوابق أوضح العدوان الذي يشهد له بالكفاءة وحسن السلوك أن بعض المتنفدين في الدولة متورطون في تفشي ظاهرة الإجرام عبر التوسط للمجرمين والمهربين وإخراجهم بكفالة الآن إلى عمان سمير حباشنة وزير الداخلية الأردن الأسبق ومحمد نوح القضاء النائب السابق في مجلس النواب الأردني أهلا بكم ضيفي الكريمين شكرا على قبول الدعوة هذه الجريمة الشنيعة التي حدثت لفتى الزرقاء من الواضح أن خلفها جرائم أخرى بذات الشناعة وخلفها أيضا متنفذين ورجال دولة سابقين كانوا يحمون هؤلاء إلى أي مدى هذا الكلام قد يكون دقيقا سيد سمير الله أمسيكم بالخير أهلا بك سيئاتي الوزير المجتمع الأردني تاريخيا مجتمع به قيم ويقوم على منظومة قيم ومنظومة أخلاق عربي أهلا بك ومساء الخير ودائما حقيقة عندما قامت الدولة دائما النظام العام هو والقانون يحكم حركة الأشخاص وعلاقات الناس في بعض البعض الأردن تاريخيا ما في جريمة منظمة ما في جريمة بشعة حقيقة وأنا خلال المسؤولية كوزير داخلية كان يكون هناك بعض البؤر يتم اجتثاث هذه البؤرة وتنتهي بدون امتداد حقيقة في السنوات العشر الأخيرة ومنذ بدأت حركات اجتماعية في كل المنطقة بتعرف بتخلق أولويات للأمن من جهة وثانيا يستطيع المندس أن يدخل في الأجواء التي لا يكون فيها النظام العام منضبط في السنوات العشر الأخيرة صار في تراكم حقيقي لهذه اللي سميتها انت البلطج والزعراني وعصابات الأتوات وما شابه أنا أعتقد أن الحملة الحالية حملة قوية ويعني هناك إرادة لاجتثاث هذه الظاهرة من المجتمع الأردني بشكل كامل الأجهزة تقوم بدور كبير كل أجهزة الدولة متعاونة موضوع الزرقاء حقيقة أنها جريمة بشعة وغير مسبوقة في الدولة الأردنية لكن بالتأكيد هي تنبع بأننا يجب كدولة أن نتنبه إلى التحولات الاجتماعية بأبعادها الاقتصادية والنفسية والثقافية التي تصيب المجتمع الأردني مجتمع الأردني بيضخم هجرات كثيرة تأتي من مناطق متعددة يعني الظروف وكوارث الدول الأخرى تدفع بمهاجرين تؤثر في المنظومة القيامية للأردنيين أنا أعتقد أنه بدنا نتوقف مليا عند دراسة هذه التحولات في مجتمعنا الأردني تحولاته القيامية وتعامل معها سواء بمزيد من التوعية مزيد من التثقيف وبنفس الوقت أن تكون القبضة الأمنية تجاه الزعران والبلطجية وأطحاب الأتوات وليست فزاعة وليست آنية إنما أن تستمر بشكل دائم حتى تجتث هذه الظاهرة وعدم استفحالها في المجتمع الأردني سيادة الوزير الأخبار تتحدث عن ذات النقطة التي تتكلم عنها البعد العشائري والبعد القبلي إن هناك متنفذين يحاولون بقدر المستطاع طبعا بعضهم لا نعرفهم وبعضهم نعرفهم يحمون أبناء قبيلتهم أو أبناء عشرتهم إن كانوا من أولئك البلطجية أو من أولئك فارض الأتوات القتلة لا 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 خليني أقول لك العشائري براء من أن تحمي البلطجي أو الأزعر نحن في قيمنا في قانون العشائري حتى الملغى وأصبح عرف لا يحمى هذا الشخص البلطجي أو الأزعر لا يحمى من العشيرة واللص هذا يسمونه في العرف العشائري وقال تم تشميسه تشميسه بمعنى أن العشيرة غير مسؤولة عن هذا الشخص غير صحيح أن العشائر تحمي أصحاب الأتوات والبلطجية أنا قلت مسؤولين في العشيرة سيادة الوزير فقط لأكون دقيق أن هناك متنفذين يد هذه تحتاج إلى تحقيق وتقصي أنا قلت أن مسؤولين أو متنفذين في الدولة قد يكونوا من ذات العشيرة مع بلطجي أو مع سميه ما شئت يحمونهم وحتى يضمنونهم عندما يتم اللقاء القبض عليهم شوف أنا استمعت إلى هذا الكلام لكن أنا من تجربتي يعني هذه ليست ظاهرة قد يكون هنا أو هناك أفراد هذه تحتاج إلى تقصي تحتاج إلى تحقيق تحتاج إلى تيقن هذه مسألة أنا استمعت لها وأنا أحترم أمين عام وزارة الداخلية السابق لكن أنا بأعتقد المسألة إذا كانت فهي بحدود ضيقة وفردية وليس ظاهرة عامة في الدولة دعني أشرك نائب سابق في مجلس النواب سيد محمد نوح القداصية نائب أهلا بك شكرا على قبول الدعوة ذات النقطة أنه هناك من يحمي هؤلاء البلطجية وكذلك هناك أرقام أو هناك معلومات تتحدث بأرقام أكثر من 8 مليون دينار أردني تذهب كأتاوى من النواد الليلية والمقاهي في الأردن لجامعي الأتاوات مساء الخير لك ولي كل مشاهدي قناة الحرة طيبة بداية أريد أن أقول أنه أتاكيد على ما تكلم به معالي الأستاذ سمير حباشن على أن المجتمع الأردن مجتمع غير إجرامي وهو مجتمع مسالم يميل إلى محبة الحياة العمل الطموح بناء الشخصية بناء ذاته يطلق عليه مجتمع النشامة وأهل الشهامة وأهل النخوة وهذا نفخر به في كل عالمنا العربي عندما يعني يطلق علينا بأن النشامة حتى فريقنا في كرة القدم يسمى فريق النشامة والنشامة معناها فئة النخوة وأهل العزة والكرامة الذين المنية والدنية كما يقال في لغتنا الأردنية ولذلك نحن مجتمع غير مجرم تظهر بين الحين والآخر ولكن أيضا أنا لا أريد مقاطعتك تقارير الجريمة أو مسوى الجريمة ارتفع من 2018 و2019 و2020 يعني معدلات الجريمة في ارتفاع هذا ما أريد أن أصل إليه اسمح لي لأن جريمة فتى الزرقاء سبقتها جرائم أخرى قد تكون بذات البشاعة أو ربما أبشع شاهدنا رجلا يقتل ابنته رميا بالطوب وبعد ذلك يشرب كاس الشاي ولذلك نحن نريد أن نقول أن هناك في السنوات الأخيرة أصبح لدينا منعطف في المجتمع الأردني بأن ظهرت لدينا جرائم بشعة جدا المجتمع يستنكرها الواقع يستنكرها المجتمع بكل طبقات وعلى رأس جلالة الملك إلى كل مواطن أردني يستغرب أن تكون مثل هذه الجرائم موجودة في المجتمع الأردني ولكن أنا أقول أنها تأتي مثل وابضات داخل المجتمع أدت إلى أن يتحرك جهاز الأمن العام إلى الحياة الباطنة والبحث عن أسباب وجود مثل هذه الجرائم التي لم نعتد عليها أدت إلى أن يتحرك جهاز الأمن العام بكل مقومات الأمنية من رجال المخابرات إلى الأمن العام إلى الدرك كل فروع الأمن العام أدت أن يتحركوا للبحث إلى بواطن مثل هذه الجرائم لأن ما أخذ يطفو على السطح هو مؤشر على وجود خلل داخل المجتمع الآن ولذلك جاءت هذه الحملة التي طالت ما يزيد على 600 إنسان منهم مطلوب غير مطلوب حاليا لكنه لديه جرائم مسبقة أدت إلى قيام هذه الحملة التي شجع عليها المجتمع الأردني وارتاح لها المجتمع الأردني والمسؤول الأردن أيضا ارتاح لها إلى أن يلقى القبض على أمثل هؤلاء ولكن هناك حجة لهؤلاء سيادة النائب أنه لولا الذي حدث لفتى الزرقاء لما انطلقت هذه الحملة الأمنية لملاحقة البلطجية السؤال هنا من كان يحميهم قبل الذي جرى لفتى الزرقاء الفكرة أن هناك الحملات مستمرة ونحن نسمع داخل أردن عن حملات مستمرة في القضايا الجرمية ولكن الحملة التي نشهدها اليوم في مجتمع الأردن هي حملة مكثفة ومعلنة وأصبح تأخذ صدى إعلامي من أجل طمأنة المواطن أولا ولكن يجب هنا أن نتكلم بكلمة أن بعض المؤسسات غير الحكومية أو الـ الموجودات في الأردن وأقول البعض منها يتصيدون أحيانا أو يتحججون بحقوق الإنسان إلى غير ذلك حتى أثناء وقوع الجريمة وحتى أثناء مقاومة الجريمة يتحججون بأن هؤلاء المجرمين لهم الحقوق يجب أن تحمى ولا ينظرون إلى ثمرة السكوت عليهم ولذلك نحن في المجتمع الأردن خصوصية هذا المجتمع كما تفضل مع الأستاذ سمير حباشن أولا بأن المجرم في الأردن غير محمي بأي طبقة لا محمي سياسيا ولا محمي عشائريا ولكن أيضا سياسة النائب هناك حديث عن أن نواب قاموا بكفالة بعض البلطجية وإخراجهم من السجن ونحن لا ننكر أن هناك نوع من الحماية وقعت من بعض المتنفذين وهؤلاء نحن نطالب عقوبتهم ونطالب أن يكونوا شركاء في الجرم في مثل هذه الحالات لكن لو سألنا سؤال ما نسبة وجود الحماية من هؤلاء المتنفذين أقول لك من بين مئة أو ثلاثين نائب موجود في ملس النواب الذي انحل قريبا لن تجد اسم أو اسمين أو ثلاثة أسماء فلذلك على خطورة هذه المرحلة أنا لا أدافع عن من يحمي المجرم بالعكس أنا أقول أنه شريك في الجريمة وكل من يثبت أنه تستر أو ساعد أو سكت أو وفر الحماية لأي مجرم يجب أن يعاقب كسائر المجرمين الذين يتورطون لأن هؤلاء يمثلون شبكة شبكة جرمية تقوم بالفعل وشبكة حماية هم أيضا متورطون بالأفعال سيادة الوزير مرة أخرى تفضل يعني مثل ما تفضل مساء الخير أستاذ معالي العزيز الأخي الدكتور محمد حقيقة يعني في سياق نفسه حتى إذا كان هناك بعض من يسموا متنفذين وأنا يعني في موضوع الدولة دولة القانون والمؤسسات لا يجوز أن يكون هذا يعني منطق عصابات منطق أشرار أنا بأعتقد إذا كانت موجودة فهي ظاهرة محدودة إلى أبعد الحدود ليست عامة ومثل ما تفضل الدكتور نوح بقدر ما الدولة الآن تتابع أصحاب البلطج والزعران والأتوات والمجرمين فعليها أن يتجتمل ملاحقة على هؤلاء لا يجوز أن يكون هناك شخص في موقع المسؤولية سواء كنوزير أو نائب أو 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 ويمارس دعم مثل هذه الظواهر الشاذة والاستثنائية في المجتمع الوردني أنا بأعتقد أن الدولة الآن أجهزتنا الأمنية تقوم بجهد كبير مثمن وهالمرة أنا لا أعتقد أنها فزعة يعني بروح الفزعة وتنتهي أو لفترة زمنية وتنتهي سوف يكون هناك بالضرورة اجتثاث إلى هذه الظاهرة ومتابعتها في كافة مناطق المملكة المجتمع الأردني مجتمع يتطور تركيبته الاقتصادي والاجتماعي بتتعقد هذا يحتاج إلى تنبه ولكن سيادة الوزير ما ذكرته للسيء أولات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأردنيين حتى دائما الدولة تكون بيقضى لمواجهتها ما ذكرته لسيادة النايب قبل قليل أنه كانت هناك جرائم بشعة أخرى نعم سيء بحق يعني في الأردن بحق سيدات بحق نساء يتم قتلهن بصورة بشعة دعني أنطلق من هذه النقطة إلى مسألة القوانين والتشريعات اللي موجودة في الأردن في قضية جرائم الشرف تحديدا وفي قضية الأتاوات ثانيا لأنه كما قرأت العقوبات ليست رادعة في الذين يفرضون أتاوات على الناس نعم نعم أن تغلض العقوبات على موضوع الأتاوات وعلى موضوع عصابات الإجرام والأشرار لكن موضوع الشرف يا سيدي هذه مسألة اجتماعية عميقة في المجتمع العربي وليس في المجتمع الأردني وحده مسألة تحتاج إلى أجيال ومع ذلك أنا بقول لك هذه الظاهرة تتراجع بصورة شديدة تتراجع بصورة شديدة يعني كانت جرائم الشرف تكون عندنا مئة وتسعين وثمانين في السنة إلى أن الإحصائات بقول أنها تقل كثيرا يعني دعني أختلف معك سيادة الوزير أنا قلت الإسم ولكن لا أعتقد أن هذه الجرائم لا علاقة بأي شرف تروح الفتاة ضحية قلت لك لا أعتقد أن هذه الجرائم لا علاقة بالشرف خليني أقول لك هذه تقاليد اجتماعية عميقة يعني أنا أفهم من معالي الوزير أنه لا يؤيدها طبعا ما لا علاقة بالشرف بالتأكيد ما لا علاقة بالشرف أنت ذكرت هناك فرق في الصوت أنا لا أؤيدها أنت ذكرتني سيدي أنت ذكرتني موضوع عرجت أنا على جرائم الشرف لأنك ذكرتها أما هذه جرائم مدانة وليست لها علاقة بالشرف بالتأكيد هذه جرائم أقول لك هي غريبة على مجتمعنا وبنقاط معزولة وغير متكبرة لكن مثل ما قال الدكتور نوح يجب الانتباه إلى مستقبلا لأنه مثل ما ذكرتك هذا المجتمع يتم عليه تغييرات نوعية في تركيبته الاجتماعية وفي أبعاده الاقتصادية وفي مشاكله الاقتصادية مجتمع الأردن اليوم يعاني من بطالة عائلة عائلة من فقر هذه مسائل تنعك السلبا المخدرات الأردن دعني أعطي كلمة الأخيرة لسنوات بسيطة كان ممر المخدرات اليوم أصبحت المخدرات في الأردن وكان جزء لا يتجزع من الحمل الأمني الأخيرة هي موضوع المخدرات كلمة أخيرة سيادة النائب نأخذ الأمور بمجملها لا نتوقف عند نقطة معينة ونأعتق إسقاط الخاص على العام وضحت الفكرة سيادة وزير حالة العام ليست ما يجري اليوم ليست بجريمة الزرقاء ولا بجريمة الرجل اللي شرب كاسة شاي عند نعم نعم نحن جميعا ندين وجود مثل هذه الجرائحة وضحت الفكرة بالأكد عن النقطة التي تحدث فيها معالي السامير بأنه لا يوجد أحد يؤيد ما يسمى بجرائم الشرف وأن هذا قتل واعتداء على الأرواح ونحن لا نؤيد ولا نقف معه مطلقا ولكن نتحدث عن وجود أسباب اجتماعية نسعى إلى التخلص منها ليس هناك رادعة سيادة النائب هي هذه نقطة نحن نحتاج إلى أمرين ما يريد أن أختم به نحن نحتاج إلى أمرين الجريمة تقى عندما يكون هناك إما ضعف في التشريع أو هناك ضعف في الوازع الداخلي أما ضعف في التشريع فنحن نعم نعترف أننا بحاجة إلى تطوير التشريعات فيما يتعلق بما يسمى جريمة الشرف وفيما يتعلق بما يسمى بالأتوات والخوات التي تأخذ نحن نحتاج أن نعيد النظر في هذه التشريعات مرة أخرى لأن القاعدة في الشرع الإسلامي تقول كلما أحدث الناس ذنبا أحدثنا له عقوبة ونحن نعترف بوجود ضرورة قصوى وملحة في تطوير تشريعات العقابية في هذين النقطتين جرائم ما يسمى بجرائم الشرف وما يسمى بالأتوات والخوات النقطة الأخرى نحتاج أيضا إلى تطوير الوازع الداخلي والقيم الداخلي التي تردع الإنسان عن وصول إلى مثل هذه الجرائم لأن القانون يحاسب لأشياء عند وجود الشهود ولكن عندما يختفي الشهود أو تختفي الضابط العدلية من الذي سيقيم الإنسان نحن نحتاج إلى أمرين يعني قانون عقوبات حديث ونحتاج أيضا إلى تطوير الوازع الداخلي لدى المواطن أنت كنت نائب في البرلمان ما الذي يمنع هو حقيقة لا يوجد شيء يمنع ولكن أحيانا الحاجات هي أم الإختراع فنحن عندما تظهر مثل هذه الحاجات ونفاجأ بأن قانون العقوبات ليس رادعا نحتاج عند ذلك إلى وجود التطوير سيادة الوزير إذا كان لك كلمة أخيرة وباختصار شديد أرجوك نعم هذا صحيح كلمتي وباختصار الحملة الأمنية الآن ممتازة اجتثت جزء كبير جدا من الأشرار والعصابات نرجو أن تستمر وأن تصبح مستمرة وليست موسمية أو بالمعنى كما يقول الأردنيين بالفزعة ومثل ما ذكرت لك مجتمعنا الأردني يحتاج دائما إلى تطوير تشريعاته لمزيد من التوعية وتعزيز قيمه حتى يتصدى إلى أي متغيرات سلبية لا سمح الله تصيب الدولة والمجتمع شكرا 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 مرة أخرى شكرا